اليوم العالم عم بتقول وكأنه لبنان اعتاد على بين مزدوجين مش حادة من الدول العربية لتأميننا لأ أنا بقول لأ ما قلن حق اللبناني بيقولو أه لأ للأسف أنا بحس حالي الأوقات دائما عم بيستجري وكذا بس بسنا أنا بقول نحنا عنا عزة نفس وعننا كرامة نحنا ولاد لبنان نحنا ولاد الصمود نحنا ولاد الحرية مش نحنا منحكي عن السيادة نحنا منحكي عن الاستقلال نحنا منعرف مضمون الحرية ومضمون الاستقلال نحن اللي منحارب نحن اللي منواجه نحن من المقاومة فبالتالي أخليكي ما تقولي ما تقولي أبدا أنه نحن عم نشحد نحن عم ندين العالم كرامي نحن عم نعطي العالم كرامي يعني أن اليوم الجزائر واقف معنا مش بالغلط واقف معنا لأنه نحن حلف مع الجزائر نحن حلف الحرية نحن حلف عدم القبول بالإسكلافاجيسم بالاحتلال بالمظبوط ولا لا لذلك نحن الجزائر معنا اليوم وبالتالي هايدي منها أبدا أنا من مزهول من هيدا الموضوع الانتزام السياسي بالشق السياسي مضمون الدعم الجزائري والدعم العراقي واضح وأنا بقول هايدي جزء لا يتجزأ من استراتيجية يعني نحنا طبيعي يكون حلفائنا الجزائر والعراق وحتى إذا كل البلاد العربية لازم تكون حالفتنا بهذا الإطار لش نحنا شو عنواننا صمود ضد الغطرسة الصهيونية شو هالمشكلة الكبرى هاي يعني هلأ إذا نحنا منروح للمستوى التاكتيكي الاستراتيجي بس على مستوى الطاقة عم نحكي بدنا تعدد بالمصادر عم نحكي بدنا إمكانية كهرباء البنية تشتري سبوت كارجو لما نتعوذ كهرباء إذا كان فيه أزمة بالفيول شيفتها لقدامه هيدا الشي صار وكان فينا نتفاديها عبر سبوت كارجو وعم نحكي بدل ما يكون عنها كونترا واحد للفيول الأسود العراقي اللي بدنا نبدله أوقات بيتأخر لأنه على مستوى اللوجيستي الفيول الأسود بالعراق خاصة بالصيفية ما بيكون متوفر بنفس الكميات لأنه في كتير عليه طلب عندهم بمعامل الكهرباء اللي بيقدروا يستعملوا فيها وللتصدير فبالتالي لازم يكون فيه مصدر آخر من سنة ونص نحن مجاهزين عقد الكرود أويل لحتى ننفذه والعوائق فيه بيروقراطية بمعنى أنه ما منقدر نحدد إجزاكلي الكمية اللي منقدر نلتزم فيها على مستوى الدفع من قبل كهرباء لبنان بس أنا يعني اللي بده يسهل بيقدر يسهل بدنا نوقع عيد العقد وبدنا يكون عندنا مصادر مختلفة للطاقة ومع الجزائر أول شي الهبة بتعطينا فتح لهذه باب العلاقات وليش لا نطلع على علاقة طاقوية مميزة ولكن مبنية أيضا بنفس الوقت على الأسس الصحيحة بكرة في غاز في في فيول في جاز أويل في كل ما يلزم بس بدنا نبنيه على الطريق الصحيحة هلأ قلت نحلت الأزمة خلاص مفروض وعدت اللبنانيين بأنه بداية من الأسبوع المقبل رح يكون في حوالي 6 ساعات عم تقولي ليه وعدت لازم تعرفي مني بموقع القرار التنفيذي رغم كل شيء أنا قلت اليوم متوقع يكون فتحه الألسي لأنه أنا بعدت رسالة بواسطة كهرباء لبنان بده توصلها للمصري في المركزي وبده ينفذ المصري في المركزي أنا متوقع أكيد بده ينفذ مصري في المركزي بس إنه هاي الأمور بده تصير لحتى يصير الوعد مظبوط ما بتوصل حتى شحنة الفيول ومرات أوقات كانت توصل متل ما بتعرفي ويقعدون ينطروها بالبحر ويقولوا لنا بدنا مجلس وزر حتى نعملها ونحن عملوا يا عم يا دي ماشي الحال فوتولنا إيها الشحنة